السلام عليكم و اهلا بكم في علام امان النهاردة عملنا الفطاير الجميلة اللذيذة دي حاجة كده من الاخر بجدة حلوة قوي وزي ما احنا شايفين كده حاجة كده تدف في الشتاء روعة جدا عملنا شكلين الشكل ده والشكل الوردة وهنشوف مع بعض ازاي عملنا الحاجات الحلوة دي كلها احلى حاجة ممكن تدفينا في الجو ده هي المعجنات بتملى البيت خير وبصراحة بتبقى اروع حاجة ممكن تعمليها ما تنسنش في اللايك والشير وتعالي بينا نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام دلوقتي معايا كبايتين ونص من الدقيق المنخول لجميع الاغراض بالشكل ده كبايتين ونص طبعا بننخل الدقيق بيديني يعني حاجة قوام كده جميل للمعجنات وحطيت عليه ربع معلقة صغيرة من الملح اللي هي البركة بتاعتنا وبعد كان نقلبهم كويس ونركني الكلام ده على جنب ونحضر بقى ايه المكونات بتاعتنا معايا بيضة ومعايا كيس من الفانيليا او ربع معلقة صغيرة فانيليا بالشكل ده هقلب كويس جدا واضربهم مع بعض كويس قوي قوي بعد كده معايا كوب من اللبن او الحليب كوب حليب بالشكل ده وقلب برضو كويس وبعد كده معايا معلقة كبيرة من السكر وكيس من الخميرة او معلقة كبيرة من الخميرة الفورية هنقلب كويس كله 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 على بعضه حاجة سهلة بقى مفيش بعد كده خليكي معايا لاخر الفيديو لان فيه تكات عملتها حلوة قوي وهتفيدك في اي معجنات وحطيت كمان معلقة كبيرة زيت معلقة كبيرة من الزيت زيت طعام عادي بعد كده هبتدي انزل الدي ايه اللي انا حط عليه حبة الملح حبة حبة وقلب بالشكل ده مفيش اسهل من كده خلاص كده هبتدي كمية تدي بتاعتي ابتدي بقى ايه بالشكل ده اقلب كويس وابتدي بقى ايه اشيلي المعلقة دي مش محتاج لها خلاص واعجن بقى بقى داية بالشكل ده وافضل اعجن وطبعا اهم حاجة في المعجنات العجن يعني بتعودي حوالي 10 دقائق بقى تمام قوي كمين لغاية ما تديني عجينة نعمة بالشكل ده وبتمط معي كده زي الاستيك عجنتها كده زي ما احنا شايفين كده وهغطيها واسبها بقى تخمر بس عايز اوريكو ازاي بتمط كده العجينة معي زي الاستيكو لو نسيت حاجة لازم اعيدها وبعد كده هغطيها بقى بالشكل ده حطيت زيت طبعا علشان الوش ما ينشافش وهغطيها بالشكل ده بعد كده سبتة هتخمر يعني مش اقل من ساعة في الجو البرد اللي احنا في ده خمرت كويس قوي بقلبها بالشكل ده طبعا بتخمر ازاي بتعلق كده وتلاقيها عاملة زي السفنجة بعد كده هبتدي اعمل بقى كور يبقى كده خمرت اول مرة عده معايا اول مرة بعد ما حطيت المكونات كلها وبعد كده هبتدي اعمل كور كده بالشكل ده اقور العجين وارسه كده في الصينية بالشكل ده عشان يسهل علي الدنيا واقدر ان انا اشكلها اي اشكال بقى تمام يعني بقى جربت واحدة كده هقولكو بقى هنشكله ازاي بعد ما خلص الكور كلها بالشكل ده جربت واحدة ايه زي الديفيرة كده لقيت ماشي الحال وجميلة قوي العجينة معايا خلاص كده قربت خلص التكوير ده صراحة يعني وصفة سهلة جدا مقدرها بسيطة قوي ولا حطنا اي حاجة زيادة عن يعني عن بيتنا كل حاجة موجودة في البيت كده انا كورت كل الكور خلصتها هبتدي بقى شكل الاشكال بتاعتي هنعمل اول شكل كده نشوفه كده مع بعض وهو الدفيرة الشكل بتاع الدفيرة كده يعني يعني بص الاشكال دي بقى زوقك انت اهو ده شكل جميل قوي برضه بيبقى حلوة قوي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده وبعد كده هوريكوا واحدة كمان اهو بالشكل ده سهلة قوي وكمان واحدة سهلة بجد اهو زي ما احنا شايفين كده حاجة اخر جميل عزمة بعد كده هنعمل شكل جميل قوي اللي هو شكل الوردة هوريكوا بقى عملتوا ازاي جبت الكورة وبططها بالشكل ده وبالسكينة زي ما احنا شايفين كده بقطعها كده بالشكل ده على شكل الوردة بس كده وابتدي بقى ايه باشكلها هنشوف واحدة تاني مع لشي لسه برضه ملغبتين العجينة بتلزق شوية وهي دي نجاح العجينة معانا بتاعت الفطير بتاعت النهاردة تمام كده فانا برضه حقيت ايه شوية زيت كده بسيطة علشان ما تلزقش مني وانا بشكلها علشان اقدر اتحكم في العجينة اهو بالشكل ده بعد ما قصيت او قطعت بالسكينة بدم بقى كده اللي انا قطعته زي ما احنا شايفين كده المنزر سهل قوي قوي وجميل قوي يا جماعة النقشة دي عجبتني قوي في الفطير دي بنعمل كبان ديفيرة ونشكل بقى لغاية من خلص الكوار بتاعتنا خالص وهتتفك منك دوسي عليها جامد من الاطراف كده عشان تسبت معاك بالشكل ده والديفيرة كمان جميلة قوي بجد شاكلين حلوين قوي قوي الفطير دي بتاعت الافران اللي احنا بنشمها وبنبقى هنجنن عليها لما بنشم ريحتها الجميلة واحنا ماشيين كده وسخنة وحاجة روعة مافيش احلى من انك تعملي الحاجة بيديك في البيت زي ما احنا شايفين كده شايفين بقى الجمال ابتدت اتحسن هون حلوة قوي كده يلا نقطع تاني بصراحة ما نشبعش منها في تكات حلوة قوي هنعملها دلوقتي او تروحي في اي حتة خليكي معايا لاخر الفيديو وما تنسيش لايك وشير واشتراك بتاع خمس دقايق كده وبعد كده بتديت اتشكلها يبقى تاني مرة سيبتها ترتاح التالتة بقى بعد ما تعملي الاشكال بالشكل ده هتسيبيها تخمر لغاية ما تحس انها انتفخت كده وحوريكو المنظر هتلاقوها انتفخت كده وايه وتخنت كده وكبرت علشان كده خلي النقشة بتاعتيك واسط مش كبيرة قوي زي ما احنا شوفنا كده بس الحمد لله ايه اول ما بتستوي بتفضل بحجمها معايا وبتبقى روعة جدا زي ما شوفناها في اول الفيديو يعني مش بتجبر ولا حاجة ايه بس في التخمير سيبيها تخمر وتاخد وقتها المعجنات كل ما تخمر كل ما بتبقى بتديكي نتيجة روعة شايفين الجمال بجد حلوة قوي اهو كده شايفين المنظر ده هسيبها بقى تخمر خالص انا كده خلصت الاشكال اللي انا عملتها بالشكل ده واحدة طالعة كده واحدة طالعة كده بس الشكل النهائي جميل عندي بقى معلقتين من اللبن وهقولكوا بقى بقى اللبن اللي هيبقى هنعمل بايه معلقتين من اللبن ومعلقة من السكر وابتدي بعد ما خمرت شايفين بقى بعد ما خمرت الزبطس ازاي النقشة معايا وابتدي ادهن الوش بيها عندك سفار بيضة وفانيليا ممكن تعملي كده وبردو معلقة لبن معاهم ما عندكش سفار بيضة يعملي زي انا ما عملت كده معلقتين كبار من اللبن او شوية لبن صغيرين كده يعني لو مش عايز التعير بالمعلقة ومعلقة من السكر صغير ودوي بيها كويس في اللبن وابتدي ادهن الوش بيها كده بعد ما تخمر بالشكل ده خلاص كده خمرت ودهننا الوش لبن وسكر هندخلها الفرن بقى قعدت حوالي تلت ساعة معايا مش اكتر من كده بالنسبة للفرن بتاعي او التكاية بقى انا طلعت بقية اللبن طبعا مش حارميني ومعلقة السكر اللدهنت بيها الوش قبل السوى رحت بقى واخدف بقية اللبن وبقية اللبن بالسكر ودهن بيها الوش بعد ما خرجت من الفرن بسرعة كده علشان تبقى طرية بالشكل ده وتبقى كمان معايا جميلة والوش بيلمع شايفين ازاي من دهنة اللبن بالسكر دي جميلة بعد السوى يبقى انا كده ايه ما ارمتش ولا معلقة اللبن ولا السكر كملت بيها بالشكل ده عايز اقول لكم عمل اكلي 15 فطيرة يعني كوبايتين دي ونص عملولي 15 فطيرة واعتنسي اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفي عالم اماني اشتركوا في القناة